لم يتبدل الأمس باليوم وحدها العناوين تغيرت والمحتوى واحد ستة أعوام مرت على يوم حمل معه المصائب وكشف الوجه الحقيقي لدولة ما بعد الاحتلال ونتائج سياساتها استفاق الموصليون صبيحة العاشر من حزيران 2014 على انسحاب كبير هو أشبه بالهزيمة لعدة فرق عسكرية أمام بضع مئات من مقاتلي تنظيم داعش ظروف غامضة أحاطت بالأمر فكيف لمن سام المدينة طوال أعوام سوء العذاب وحكمها بالحديد والنار أن يهرب سريعا ويترك الموصليين ليواجه مصيرهم مصير حمل سكان الموصل ذنبه ولم يحاسب المسؤولون عنه فالمالك وحلقة القيادات الأمنية المحيطة به أدينوا بأحداث سقوط الموصل لكن أحدا لم يجرع على محاسبتهم اليوم وظل مختار العصر كما يسميه أتباعه لاعبا في العملية السياسية المأزومة وأحد أطرافها المتهمين بجر العراق إلى بركة دماء لم يعام المدني الموصل كما يحدث في أي دولة بل تحولوا من ضحايا إلى متهمين وكان هذا جليا بالحرب التي شهدتها المدينة وهي تحمل طابع الانتقام أكثر من فرضية استعادة المدينة من تنظيم الدولة تسعة أشهر دامية كلفت المدينة أربعين ألف قتيل بحسب الانتبيندد البريطانية ودمارا هو الأكبر في تاريخ العراق الحديث سمت القوات المهاجمة نفسها بقوات التحرير فدمرت جميع جسور المدينة ومستشفياتها وجامعتها العريقة والمئات من المساجد والمدارس وآلاف المنازل حتى اختتم المهاجمون معركتهم بقصف منارة الحدباء حيث الرمزية الكامنة لمدينة ضاربة الجذور في التاريخ كل تلك المأساة لم تكن ذات أهمية لحكام العراق الجدد فلم تشهد المدينة أي جهود إعمار ملموسة بل حتى الأموال التي منحت للموصل من خارج العراق فقدت وانفجرت اتهامات بين المتنفذين حول مصيرها حتى الجثث لم تجد من ينتشلها سوى جهود فردية وبوسائل بداية يقوم بها أهل الضحايا أنفسهم رحل تنظيم داعش وحلت مكانه الميليشيات التي أرهقت الموصلين بالقتل والاعتقال والتهجير والمكاتب الاقتصادية التي سطت على ثروات المدينة ما أظهر الفرق بشكل واضح بين من يدخل مدينة ما محررة وبين من يدخلها كالغزاء لم تعالج أسباب ظهور التنظيم ولا ظروف تعظمه ففي الوقت الذي سبق سيطرته على الموصل كان المالك يتفاخر بسحقه التظاهرات السلمية للمحافظات المنكوبة ولا يبدو أن الحكومات المتعاقبة تتعلم من أخطاء سابقاتها فها هي ثورة تشرين أصبحت مثالا لعدل السلطة في توزيع قمعها شهيد في الموصل تلاه آخر في بغداد وبعدها في البصرة وحدها الطبقة السياسية لم ينلها من نهر الدماء شيء